اشتركوا في القناة خلص الفتح الرباطي بشكل كبير بعد حرمان مهاجمي فريق مازنبي من تشجيل عدة اهداف بعدما اتيحت لهم فرص حقيقية خاصة خلال الدقائق الاخيرة من الجولة الثانية في ظل دفاع مرتبك لنادي الفتح الرباطي وتشجل بن مالانجو لاعب فريق مازنبي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الرابعة عشر بعد خطأ فادح من اللعب مانداو اندلعت احداث شغب بملعب طنجة الكبير الذي احتضن مباراة فريق رجاء البيضاوية مما مضيفه فريق اتحاد طنجة برسم الجولة الرابعة من منافسة البطولة الاحترافية وفاد موفد شوف سبورانه مباشرة بعد تشجيل الهدف الاول في اللقاء لصالح النسور عن طريق اللعب الشاكير عبرت الجمهير الطنجوية عن غضبها الشديد لتندلع اعمال الشغب بين محبي النادي تجد الرشارة لان المباراة انتهت بالتعادل الايجابي هدف في كل شباك عن طريق كل من اللعب عبد الرحم الشاكير والمهدي النغمي دائما في منافسة البطولة الوطنية فاز فريق سريع وديزم لكرة القدم في اول مباراة رسمية له في البطولة الاحترافية على حساب ضيفه المغرب التطواني بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد بالملعب البلدي بقصبة تادلا برسم الجولة الرابعة وسجل هدفي سريع واتزم خلال الجولة الثانية كل من ممد سيديبي وعضر الزاق رهيس وبهذه النتيجة احتل سريع واتزم الرتبة التاسعة برصيد اربع نقاط فيما حصد المغرب التطواني هزيمته الثانية هذا الموسم وبات يحتل الرتبة ما قبل الاخيرة بنقطة يتيمة يستقبل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم ديفو نادس بركان في مباراة قوية يوم الثلتاء المقبل برسم دهاب دورة منهائي كاس العرش بملعب الامير مولايا عبد الله وقرر مسؤول الوداد الرياضي استقبال فريقهم بملعب مولايا عبد الله بسبب اغلاق ملعب محمد الخامس الذي يخضع لإصلاحات لاستضافة المباراة التي يستقبل فيها المنتخب الوطني نظيره القابوني لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهيئات كأس العالم 2018 تجدر الإشارة لنا الوداد تعادل أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري برسم دهاب نصف نهاية عصبة الأبطال بهذا مشاهدين وصلنا نهاية الموجز نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة